اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة بقى هنعمل كوب كيك موز جدا وصحي خالي من السكر وخالي من الدقيق وهنعمله من البطاطا علشان اطفالنا اللي ما بيحبوش البطاطا هيكلوه وهما مغمضين كده مش هحسوا اصلا ان هو في بطاطا هنعمله من كونات بسيطة جدا ان شاء الله كلها موجودة في البيت لو عندك بواقي بطاطا في التلاجة مش عارفة تعملي بها ايه هنعمل منها الكوب كيك الجميل ده حلو جدا وطري من جوه وبقى رمش من برا يعني آآ حلو جدا بس طبعا هو ما كده لسه سخن مفهود ان احنا نستنى عليه لما يبرد شوية علشان لما نيجي نقشره من الورقة يطلع آآ سليم بقاش مفتفت بس انا حبيت او ريكو بس شكله خارج كده سخن عامل ازاي طري جدا وطعمه حلو جدا جدا وعملت منه كمان بالكاكاو على اساس آآ اللي بيحبه الشوكولاتة هيحبه ياكله جدا ومش هحسه خالص زي ما قلت لكم ان هو في بطاطا خالص تمام يعني نتحايل عليهم كده علشان ياكلوها آآ دي الوحيدة اللي الحق تصورها لكم بعد ما بردت الباقي كله ما شاء الله اتاكل وهو صخت فما الحق تش صوره لكم تاني اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم ياريت لو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا ان شاء الله كل جديد ويلا بينا نخش على على المقدير وعالطريقة انا عندي هنا البطاطا آآ حوالي انا من موزنتها هي نص كيلو من البطاطا آآ اعملت تلاتة آآ تلات وحدات تقريبا من البطاطا مشوية كانت عندي في التلاجة ممكن تعاملها مشوية او تعاملها مسلوقة زي ما تحبي عندي هنا كوباية نشا وده بديل دقيق وعندي معلقتين كبار من لبن البودر وعندي تلات بيضات بدرجة حرارة المطبخ شايفين البطاطا هرستها الجاية من نعمة خالص هي اتعملها بلعندي بلندر يا في الكبة يا بالشوكة كده وعندي نص كوباية بس من الزيت بقى الحاجات الاضافية هنقولها واحنا شغالين انا هاخد التلات بيضات آآ عليهم معلقة كبيرة من الخل وهضرب بالمضرب اليدوي من خلاطه من غير اي حاجة هفضل اضرب كده آآ لمدة خمس دقايق سبعة دقايق لغاية من لون يفتحي شوية مني ويبدأ يعمل رجاوي بسيطة معايا هبدأ آآ اضيف نقطتين من الفانيليا السيلة او الفانيليا البودر آآ هتحطي بكتين لو عندك بودر وضفت كمان اللبن البودر مع لقتين كبار تمام عندي بقى هنا بديل السكر والقافية بكتير نص كوباية من العسل الاسود هيدي لون حلو كمان الكيكة آآ وفي نفس الوقت قافية كتير من السكر تمام يعني نحاول نحن نستبدأ السكر بتاعنا بالعسل الاسود او العسل الابيض آآ علشان آآ يبقى قيمة جزائية اعلى الاطفال وكمان نحاول ما نعودهمش على السكريات قوي لان احنا عارفين السكر كله اضرار هنزل كمان بالبطاطا ده نص كيلو زي ما قدت لكم من البطاطا آآ لما غزنتهم لقيتهم نص كيلو هتهرسها كويس جدا قبل ما اضيفيها هتبدأ يتضرابي كله مع بعضه لجايت مية تجانس البطاطا مع الخليط السيل بقى معي اهو داخل كله ببعضه هبدأ انزل بالزيت وممكن تضيف الزيت في الخليط السيل قبل ما اضيفي البطاطا عشان اللي ما دوخيش شوية يمسي بداو بيهم في بعض هبدأ انزل بقى برشة بسيطة من الملح مع الاكبيرة الممسوحة من الباكينج بودر وهنزل بكوباية النشا بتاعتي آآ بنخلها كده فوق الخليط بتاعي وقلب برضو بالمضرب اليد ودايما نقلب الكيكة في اتجاه واحد يعني مفعش نقلب في اتجاه مساء اليمين ورجع نقلب في الشمال لازم نقلب كله في اتجاه واحد تمام طبعا فرن عندي سخن وشغال على درجة حرارة مية وتمانين كأنك بتعملي كيك عادي آآ بتعمليها كأنك معاملة الكيك بالزبط هاخد آآ حوالي كده آآ يعني اقل من نص الخليط بحاجة بسيطة واحط له معلقتين صويرين من الكاكاو والبودر خام واقلب لغاية ما الكاكاو يختيفي خالص وهحطه في كيس حلواني او كيس تلاجة وافتحه فتحة صويرة وعندي ورق الكاب كيك اللي مجهزة واعمل في نقطة عشوائية كده في الورق في الجوانب وفي القاعدة بتاعت الورقة آآ وانا حطيت خليط الكيك آآ اللي هو الفاتح اللي بالفانيليا حطيته في كيس تلاجة برضه عشان يبقى سهل علي ان انا فضيه بنيرمى بهدل الدنيا معي هعمل خطوط كده زي الكروهات ايمين خطوط رايح وخطوط جاي يعني شكل تاني ممكن نعمل نص ونص نص فانيليا ونص شوكالاتة في الكاب كيك في الورقة آآ نمسك الكسير مع بعض يعني ونفضي في نفس الوقت كله مع بعضه آآ هيديك نص ونص آآ ممكن تعملي فانيليا وتزينيها بالشوكالاتة زي ما هنعمل دلوقتي اشكال عشوائية هفضي بقى خليط اللي هو آآ الفانيليا آآ شايفين لون البطاطا جميل جدا من العسل الاسود مع لون البطاطا يعني حاجة جميلة جدا وحاجة كمان قيمة الزائية عالية فاشلة سكر ولا دقيق زي ما انتفقنا هنا هعمل نص ونص زي ما قلت لك آآ ممكن كمان تسلق البطاطا لو مش مشوية انا كانت مشوية عندي جهازة يعني آآ لكن ممكن تسلقيها في حاجة بسيطة جدا ما هي بسيطة على البخار كده علشان مش عايزين فيها ميا كتير ده بتلاحز ان هنا ما ضيفتش اي ميا ولا اي لبن آآ ما ضيفتش سويل اعتمدت على المياه اللي في البطاطا واعتمدت على العسل والبيت تمام هو الخليط بيكون آآ ساميك شوية عن خليط الكيك العادي تمام هعمل كمان آآ كم واحدة كده بالشوكولاتة بس علشان الاطفال اللي بتحب الشوكولاتة اخبط خبطتين كده عشان يتساوي معايا ادخله على الرف الوسطاني الفرن شغال على مية وتمانين او مية وسبعين او الفرن بتاعك حامي انا زي انتوا هنا بالشوكولات شيبس تمام آآ ممكن تحطي زبيب في الفانيليا ممكن تحطي كمان ارفع مع خليط البطاطا اللي بالفانيليا انا حطيتها هنا في صاق زي ما قلت لك دايما الاولب الغمقه دي حطي تحتها صانية او صاق علشان بتحرق الكيك فدايما اي اوالب آآ من الغمقه دي حطوا تحتها صانية عشان متحرق لكوش الكيك من تحت آآ هو بيكون طري شوية او ما بيخرج من الفرن لكن لما بيبرد بيبقى كيك عادي حالص شكله طحفة جدا يعني مش قادرة اوصف لكم راحته كمان حلوة جدا البطاطا مناهاش اي اثر فيه طعم الكبكيك اللي بالكاكاو كمان طعم الشوكولاتة فيه جميل جدا مش باين فيه خالص طعم البطاطا آآ عايز اقول لكم الاطفال هتعجبها قوي وكمان آآ حلوة قوي للانش بوكس لو حقطت لكم واحدة كده آآ مع السندوتشات او حتى بدل السندوتشات يوم كده كتغيير هيجبهم جدا آآ اتمنى ان شاء الله الفيديو كان عجبكو وتعاملوها وتقولوا رأيكو ايه شايفين من جوه عاملة ازاي طريا من جوه ومقرمشة من برا لما بتبرد كمان بتبقى بتتماسك شويعا كده انا الحقيقة ملحقتش تصور لكم لما برد قوي آآ اتمنى لو الفيديو عجبكو وتعاملوا لايك وشيل لو لسه مشتركتوش اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل فيديوهات الجديدة واستنوني ان شاء الله فيديوهات جهة كتير كنت معاكم شايماء امين اشتركوا في القناة